موسيقى مساء الخير الأزمة مع الدول العربية لم تحل والحكومة لم تعد إلى الانعقاد واللبناني عم ينتظر الفرج وأمله عم يتراجع كل ما ارتفع سعر صرف الدولار شو هو السبيل لإعادة انعقاد هالحكومة وهل رح تجري الانتخابات بموعدة إجابة ننتظرها من ضيفنا وزير الزراعة عباس الحشحسن اللي أكيد ما فينا نستقبله وما نطرح معه كل هواجس اللبنانيين زراعيا وغزائيا وحتى سياسيا مساء الخير وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم مساء الخير وشكرا على استضافي وأهلا وسهلا أيضا فيك ومشاهدينك حقيقة بدي بس شير أنه برنامجك قد يكون من أنجح البرامج الموجودة حقيقة على الشاشات اللبنانية شكرا شكرا بتشكر شهادتك شهادتك عزيزة علي فليت بداية رح نبلش أول شي بالشخصي لأنه في مواضيع كتير رح نطرح معك اليوم ولكن بهمنا اليوم بالشخصي لأنه كل شخص عم بتابعنا اليوم أو عم بيشوفنا إن كان سياسي أو كان شخص عادي بينه وبين حاله بقول عباس الحش حسن اللي كان قاعد بقناة كتير مهمة فرنس فانت كاتر ويتقادراتبا كمان مهم بفرنسا يجب هيدا التوقيت حيث الأزمة الاقتصادية يمكن بأشد مراحلة في لبنان ويمكن عزرني اليوم إذا بدي أقول هذا الموضوع يمكن هذا الموضوع بريح بعض المشاهدين أنه حتى الوزير أو النائب يتقادراتب اليوم يمكن يدوب إذا بدي أقول بكافة تنقلاتك الشخصية يعني عزرا يعني على القول شو اللي بخليك تجي اليوم حقيقة سؤال يمكن يتبدأ لأذهان الكثير من اللبنانيين والكثير من المتابعين ولكن ببساطة متناهي اليوم بس البلد يمر بمرحلة مفصلية نحن نعاني اليوم من أزمة لم يشهدها تاريخ هذا الوطن ولا هذا الكيان حقيقة وبالتالي يجب أن نعمل جميعا بأي جهد وإن كان صغير على إنجاح المشروع هذا الوطن هو عبارة عن مشروع إن لم يمجح فصدقيني لن نجد وطنا آخر أنا بهذا المنطلق لا شك تعرف كيفية الأمور تنضج حكوميا ثقة كبيرة أوليت إلي من قبل الجهة السياسية التي سمتني في الحكومة اللبنانية العتيدة وحقيقة هذه الثقة قد يكون عزيزة جدا جدا وغالية جدا جدا على قلبي الأمر الذي دفعني أن أتحمل هذه المسؤولية وأتمنى من كل قلبي أن أنجح طب ليه حضرتك دون الكل سؤال مركزي أيضا وجوهري حقيقة قد يكون هناك مئة ألف شاب يمتهن السياسة وقد يكون تكنقراط وقد يكون فيه من الخصائص والميزات والخصال ما تكفي أن يكون وزيرا في هذه الحكومة للزراعة خاصة ولكن دائما سيدة الكريمة دائما يكون هناك فرصة تعطى لشخص واحد في حكومة معينة في لحظة سياسية معينة وبالتالي هذه القرارات حقيقة لا يمكن لك أن تسألي لماذا وحتى من لهم الأمر في تسمية هذه الشخصية أو تلك تكون الأمور بميزان من ذهب حقيقة وهذا الأمر نترك للأيام القادمة ربما تجيب إن كانت هذه الخيارات جيدة إن كانت هذه الخيارات بمحلها أو لا وبطبيعة الحال أنا أسأل ربما بطريقة أخرى برأيك هل كل القوى السياسية في لبنان ممثلة بالحكومة كانت تسميتها الطبيعية كما جرت العادة طبيعي لا كان هناك معيار جديد رؤية جديدة لأن الواقع مختلف كليا المشهد السياسي في لبنان منقلب رأسا على عقبه وبالتالي هذا الأمر كان يستدعي أن يكون هناك أيضا آلية جديدة هل اليوم الوزير عباس حسن هو من الرؤية الجديدة للوزارة؟ أتمنى وطبعا وتأكيدا على هذا الأمر أقول لكي أنه اليوم الزهنية الجديدة الموجودة في الحكومة أتحدث عن نفسي وعن معظم من في الحكومة هي ذهنية جديدة بأي معنى؟ هذا لا يعني أن الذهنية القديمة كانت غير جيدة وغير منتجة أبدا اليوم أي لحظة سياسية تستدعي أن يكون هناك أفكار تضخ في سبيل إنجاح المشروع أو سميه ما شئتي وبالتالي لا يمكن اليوم في هذه الأزمة ظل أزمة كورونا انهيار اقتصادي تام انهيار صرف العملة واشتباك سياسي عمودي أن يكون هناك نفس المعايير التي كانت منذ عشر أو عشرين أو خمس سنوات طيب أكيد اليوم كل شخص مننا بيفكر أنه ممكن هيدا الوزارة هي وزارة قصيرة يعني بطبيعة الحالي ما بدي أقولها وزارة انتخابات حكومة انتخابات يمكن هي مش هيك وممكن تكون أيضا قيل هذا الأمر يمكن تكون طويلة ما في شي بيعرفه خاصة بهذا البلد ما منقدر نعرف شي طب اليوم شو خطة الوزير عباس حش حسن لبعدين شو الخطة الثانية هل الرجوع إلى الإعلام اللي هو يمكن صار جزء منك لا يتجزء يمكن العشق الوحيد اللي واحد بيتمسك فيه ما بيقدر يتركه طبعا غير العائلة بس هل هي نقطة الرجوع ولا الرجوع لشي تاني الترشح للانتخابات النيابية نوعا ما سأسأل سأجيب عن الشق الأول وهو عمر الحكومة كم أتمنى أن يكون عمر هذه الحكومة قصيرا لسبب واحد حتى يكون الجهد مضاعفا لكي نحدث خرقا في هذه الفترة الزمنية القليلة جدا هذا أولا أما في مخص إلى أين سأذهب وما هو المشروع بعد الحكومة حكما سيكون العودة إلى المكان الذي دائما أتمناه ودائما أجد نفسي فيه وهو الإعلام حكما سأعود إلى حيث كنت حقيقة أنا علقت وظيفتي في فرونس رنكات وهذا حق مكتسب لي ترعاه القوانين المرعية في فرنسا وبالتالي سأعود بكل سرور ومحبة لا بل بكل عشق وشغف إلى هذه المهنة وعزريني إن قلت أنه أنا حتى اليوم عندما يكون هناك حدث ما أو ملف ما يعالج وعالجه للحظة بطريقة الإعلامي الباحث عن مكامل الخلل وآلية وتنضيج الأمور للبحث عن الحقيقة يعني يوم تعتبر أنه مهنة الإعلام عم بتساعدك بوزارة الزراعة طبعا طبعا بكثير من الألحيان تساعد لأن حقيقة الإعلامي وكيفية إدارة الملفات تساعد جدا في فهم الناس وفي الوصول إلى الناس أيضا في فهم الناس نعم نعم وفي الوصول إلى الناس لأن حقيقة من يفهم الناس يصل إليهم صح ومن يصل إلى الناس أعتقد أن الأبواب أبواب كثيرة تفتح له وهنا النقطة المفصلية أعتقد أن السياسي اليوم هناك سياسيين كثر في البلد وفي العالم العربي وفي العالم هناك سياسي قريب من القلب يقال وسياسي آخر بعيد هذا الأمر يعتمد على الكثير من الخصال لكن ربما الأبرس فيها هو كيفية تقديم نفسه للناس وكيفية وصوله إلى الناس بشفافية بموضوعية بسهولة بسلاسة ليكون بالمكان الصح والطريقة الأنسب التي أيضا تساعده في تحقيق المهام التي توكل إليه ولكن سعاد بقوله أنه يمكن القوة يعني اللي بيخد الواحد من الوزارة من المنصب السياسي ما بيقدر يتخلى عنه بالسهولة هيك فمشان هيك أنا يمكن قلتلك هل ممكن ترجع كمان تترشح على الانتخابات النيابية حتى الشأن السياسي ما يغيب عنك نوعا ما بدي أشكرك أتحدث باللغة الفصحة بحس أقرب شوي وأنه ليست محبوبة لدى المشاهدين حدث باللغة اللي بدك يمكن القريبة لك أكثر من خلال برنامجك حسب ما تبعتك بعض الحلقات لكن ما تحدثت تفضلت به صحيح ولكن أقول لك صدقا أنه العمل السياسي بالمفهوم الحقيقي للسياسة هو العمل مع الناس المسؤول ليس مسؤول عن الناس بل مسؤول أمام الناس أنا اليوم في هذه المهمة التي أوكلت إلي أعتبر نفسي خادما وعتالا أمام الناس بكل ما تعني الكلمة من معنى عطالا؟ نعم عطال بكل معنى الكلمة عطالا بأي معنى؟ بمعنى أنه التعب والإرهاق وهذا الكم من المجهود لا أنتظر من أي أحد أن يقول شكرا لا بل على العكس أنتظر أن التأنيب ووجود بعض المقالات التي تقول هناك تخصير ما وهذا صحي جدا الانتقاد السلبي طبعا الانتقاد السلبي والإيجابي أنا أعتقد أنه أيضا يساعد في أن يبقى الإنسان مرتزنا لأنه حقيقة كما تفضلت البعض يقول أنه هناك مناصب وهناك الأمر سلطة لا لا أبدا الواقع اليوم مختلف كلية صدقيني اليوم من يوجد في أي وزارة من الوزارات صدقيني كم الحزن كم الشكاوى التي تأتي من الناس الموجوعة المقهورة المصدعفة يجعلك تصلين إلى مرحلة من حقيقة من الحزن أكيد وهذا الأمر يفسد أي شعور بالقوة أي شعور بالسلطة أي شعور بالنسان بحلاوة الماصب مثل ما أقوله وبالتالي لا عندما تنتهي المهمة وكما أتمنى أن تكون تنتهي بسلاسة ونكون قد أنجزنا ما يمكن أنجازه ولأ سأعود إلى حيث أنت بالتحديد ونرجع نسأل ونشاكس نشاكس أكيد علاوة طب المعروف عنك أنه أنت غير حزبي ولكن اللي بيطلع على ضيعتك مواجهة أحي الأهل بعلبك طبعا يوم للشعر بشوف كمية المحبة اللي بترافقك وخاصة من جمهور حركة أمل هل ما يصح القول أنك أقرب إلى حركة أمل أقرب إلى هذا الجمهور أقرب إلى الرئيس نبيه بره بكل تأكيد أنا أنتمي إلى مدرسة الإمام الصدر الإمام الصدر الفكر الإمام الصدر صاحب المعاني والعنوين الوطنية التي حقيقة أحيت أمة بكاملها الإمام الصدر الذي أتى في زمن كانت الناس في غيبوبة وجعل هذه الناس تستفيق ليقول لهم قوموا أن الحياة حقيقة تبدأ من هنا الإمام الصدر الذي لم يترك دقيقة من حياته إلا وكان يريد أن يحيي إنسان هذا الوطن وبالتالي من ينتمي إلى مدرسة الإمام الصدر ينتمي إلى هذا الوطن وأنا دائما أقول هذا الأمر وبالتالي نعم أنا أقرب أصلا لا يمكن تقولي أقرب لمن هل هناك فارق ما بين الإمام الصدر ودولة الرئيس بري أو الإخوة في حزب الله أبدا أعتقد أن الخط واحد أتحدث عن العنوين العريضة لا بالتالي نعم أنا أنتمي إلى مدرسة الإمام الصدر هذه المدرسة التي أعتقد أن كل اللبنانيين الذين يعملون بوطنية ينتمون إليها لبيئره طبعا لبيئره منيح نعم حقيقة أما في موضوع التفاصيل السياسية الصغيرة الضيقة فبطبيعة الحال أمر طبيعي المناكفات أمر طبيعي أن يكون تجازبات هذا أكثر من طبيعي وصحي لكن الغير صحي أن تصل إلى العنوين العريضة التي هي ركائز هذا الوطن ويصبح هناك عليها جدل ما هذا غير صحي أبدا كل الدول في العالم كل الأمم في العالم لديها أسماء هذه الأسماء هي صانعة هذا الوعي في هذه الأمم وبالتالي أعتقد إضافة إلى كثيرين الإمام الصدر هو من أحد صنا الوعي اللبناني الحقيقي الوعي الوطني الحقيقي وبالتالي من هذا المنبر كم أتمنى أن يكون الإمام الصدر حاضرا يوم بيننا لكي يتأكد إلى أي مدى كان لصحواته إنعكاس حقيقي في هذا المجتمع صح فعلا ولازالة هلأ الناس تتداول شو كان يقول وشو كان يعمل ويقولوا يا ريت هذه الكلمة مش موجودة عنا اليوم ما فينا نرجع الزمن يعني مثل ما بقوله الشيء الشخصي معك ما بينتهي يمكن يا ريت حلقتنا أطول لنطول أكتر الفقر واستعرف تهمو من الناس كتير اليوم والشيء الزراعي لازم ياخد مننا الوقت الأطول وشوية سياسي أكيد اليوم الحكومة مشلولة للأسف يعني هيدا الشيء بيزعل كتير من الناس لأنه كانوا حاطين أمال كتير كبيرة عليهم اليوم طيب مع هيدا الشيء ما عم بيعيق ملفات عنكم بوزارة الزراعة ما عم بيأثر على شغلكم كوزارة زراعة أنتوا اليوم طيب لأنه الناس دغري حتقول أن طب الحكومة ما عم تجتمع الوزارة شو عم يعملوا رغم أنه عم تعملوا كل جهتكم بالشكرك الحكومة لا تجتمع وليست مشلولة فرق كبير جدا الحكومة في مخص الاجتماعات في مجلس وزراء معطلة ولكن العمل الحكومي قائم والتفاعل موجود بالوزارة بكل الوزارات كل وزير وأيضا حتى تفاعل بين الوزارات حقيقة ومع دولة الرئيس ميقاطي وهذا أمر لا نخفيه على اللبنانيين بمعنى أنه اليوم هذا أمر وطني بامتياز لا يمكن لأي اجتباك سياسي أن يعطل العمل الحكومي وهموم الناس ومصالح الناس وبالتالي فيما خص وزارة الزراعة لا بالعكس أنا منذ اليوم الأول بدأت العمل بشكل جدي وضعنا الأمور كخلية نحل حقيقة مع الفريق العمل في الوزارة مشكورين جدا حتى الآن أعتقد أن الأمور ليست ضمن المرتجة لكن هناك خطوات وبالتالي لا حتى لو لم يكن هناك اجتماعات للحكومة نعمل بجد لأن حقيقة إذا كان هناك تعطل في الجلسات هذا الأمر يجب أن لا ينعكس على التفاح هذا المواطن بكسروان وبجرود كسروان لا يمكن أن نقول له انتظر قليلا أو الموسم يجب أن ينتظر قليلا وأن التسويق لا يمكن لا حول لنا ولا قوة في انتظار أن يكون اجتماع لمجلس الوزارة أبدا البطاطة نفس الشيء الحمضيات على الأنواع يعني نحن اليوم أمام طبعا الموسم موسم كبير جدا وواعد الموز وبالتالي في هذا الإطار انطلقنا إلى عدة دول استهدفنا عدة دول حقيقة في زيارات هذه الزيارات أثمرت في تركيا مثلا كان لنا لقاءات ممكن أنت من أكثر الوزراء اليوم اللي كان إليك زيارات خارجية نعم وانتقط في بعض الأحيان تقط أي انتقاط على سبيل بمعنى أنه سفرات كثيرة وهل هناك من جدوى؟ نعم لا هناك جدوى ماذا أنجزت؟ تماما أشكرك على السؤال لنبدأ بآخر زيارة هي كانت إلى الأردن في الأردن حقيقة كان هناك لنا اتفاقات ما بين لبنان والأردن سابقة كانت جيدة ممتازة لكن كنا نحتاج أيضا أن يكون هناك كم أوسع من هذه الاتفاقات إضافة بعض النقاط عليها التقينا بوزير الزراعة الأردني مشكورا والفريق عمله وكان لافت جدا هذا الاحتضان هذه الأخوة وهناك توجهات حقيقة سمعت هذا الأمر من معالي الوزير من جلالة ملك عبد الله مشكورا أنه أي أمر يحتاج الجانب اللبناني حتى لو كان على مصلحة أردن يجب على الوزارة أن تكون مقدمة فيه وهذا الأمر تجلى في أنه فتح موضوع العنب قبل أوانه موضوع التصدير دون سقف هذا أمر جيد جدا موضوع الاستيراد كان اتفاق وهذا طرح من معالي الوزير مشكور أيضا حول أنه يمكن للبنان أن يستورد ما يمكن استيراده دائما ضمن الغزنامة الزراعية من تمور وفي أوقات محددة من السنة وأيضا بعض الفواكه مقابل ذلك لا نريد دولار أو لا نريد عملة لبنانية ممكن أن نستعيد عن ذلك بأيضا منتجات لبنانية وهذا معرفة التبادل الزراعي وهذا لافت جدا ومهم جدا لأنه نحن في أزمة والجانب الأردني أكد على ذلك قال أنتم في أزمة اقتصادية خانقة أزمة مالية خانقة وبالتالي هذا أمر يجب أن نقف إلى جانبكم فيه طبعا هذا الأمر أيضا موجود في العراق الاتفاقية اتفاقية النفط مقابل المنتجات والمنتجات الزراعية الصناعية وهذا أمر بدأنا به ومشكور وزير الطاقة في جهده اللافت جدا حقيقة في تركيا كان هناك اجتماع القمة الإسلامية للأمن الغزائي على هامش هذه القمة التقيت الوفد الإماراتي كان لهم شكر كبير على أنهم أعادوا فتح أسواق الإمارات العربية المتحدة مشكورة في مخص التفاح اللبناني القطريين كمان الجانب القطري تحدثنا مطولا حول كان هناك أزمة مستجدة بمنع استراد كل ما هو حشائش من لبنان هذا الأمر عالجناه وسيعالج أيضا وأيضا لأنه حقيقة الجانب اللبناني في بعض الصفقات لا نجري فحوصات أساسية وبالتالي هذا تقصيدنا الجانب اللبناني سنعمل عليه على هامش هذا الموضوع بس في سؤال استرادي هل توقف أي من هذه المواضيع يعني بعد الأزمة أبدا 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 فقط لو سمحت لي أن أكمل كان السؤال ربما يجيب حقيقة الجانب السعودي التقيت الوفد السعودي وكان لقاءا جيدا وممتازا جدا وتم الاتفاق بعد هذا اللقاء على أن يكون هناك جانب فنية لبنانية سعودية إما أن يأتوا إلينا أو نذهب إليهم وبعد ذلك كان هناك الأزمة التي باتت معروفة للجميع ويعني تأخر لا شك أن هذا الأمر يؤسس لمرحلة جديدة لا شك أن كل وزير اليوم في وزارته يعمل بجهد وكد ونشاط لتسيير أمور الناس فلا يمكن أن نقول أننا اليوم في أزمة وبالتالي نجلس في بيوتنا أو نجلس في مكاتبنا ننتظر الحل الحل ربما يتأخر الحل ربما لن يكون اليوم وبالتالي ماذا نفعل في مصالح الناس وشكاوى الناس هذا هو السؤال أنك سألت صحيح وبالتالي موضوع الحرائق موضوع الأحراج هناك أكثر من ملف يومي يجب أن يتابع وهذا الأمر نعتقد أننا نقوم وأن لم يكن على أكمل وجه ولكن نتمنى أن نكون نتخطأ الستين أو سبعين بالمئة طيب برأيك أنت هذه الأزمة ممكن تطول مثل ما كنت عم بتقول أنت يعني ما بنعرف نحن وعم يتأثر فيها الكطاع الزراعي كتير طيب شو الحل يعني ما عندك أفق حلول بصيص أمل لأفق حل مثل ما بقوله يعني حطيت على جدول أعمال وزارة الزراعة تتحدثين عن موضوع التصدير تصدير دول العربية أكيد عندك الإمارات السعودية الكوات هل في أسواق بديلة رح يكون يتصرف فيها إنتاج الاتجاه مثلا نحو أفريقيا ممكن كان أحد التروحات لنكن دقيقين لا نبحث عن أسواق بديلة عندما نبحث عن أسواق بديلة هذا يؤكد أننا فقدنا الأمل بالعودة إلى هذه الأسواق أبدا نحن نبحث عن أسواق جديدة هذه الأسواق الجديدة حق مكتسب لأي دولة أن تبحث وبالتالي السؤال المركزي هل لبنان اليوم حقيقة لديه من العلاقات البينية مع كل دول العالم لا لدينا عدو واحد هو إسرائيل وباقي الدول يجب أن يكون لدينا علاقات ربما يقول قائل أنها لن تكون علاقات مميزة كمع الإخوة الخليجيين أو العرب صحيح ولكن أقله يجب أن يكونوا علاقات مع الدول لو كانت بعيدة لكن أيضا موضوع الشحن البحر موجود الجو موجود وبالتالي لا نحن اليوم هذه الأزمة لشك ضاغطة لكن الأسواق مفتوحة سنستهدف أسواق جديدة ربما ما يأتي مثل مين يعني أعطيك على سبيل المثال المغارب العربي تونس المغرب الجزائر هناك ثلاث دول حتى الآن لا تربطنا بهم أي شراكة زراعية استرادا وتصديرا السؤال لماذا هذا أولا ثانيا هذه الدول تحب لبنان لبنان يحبها تتمنى أن يكون المنتج اللبناني فيها ونحن نتمنى أيضا أن يكون هناك منتجات مغاربية في بلدنا صحيح والاحتكاك مع الإخوة المغاربة بشكل عام إن كان في المغرب أو تونس أو الجزائر أو موريتانيا كان قوي جدا في أوروبا وبالتالي هل سرأي تواصل؟ طبعا طبعا تواصلت مع سعادة سفير تونس سفير الجزائري وبطبيعة حال هذه الأمور وكيف كانت ردة الفاعل؟ هل كانت إيجابية بما يكفي أن تبلش العمل؟ ممتازة جدا لا بل سأزيدك من الشعر بيتا أنهم كانوا متفاجئين لماذا تأخرنا؟ أنا هذا السؤال أريد أن أسألك تعاقب كثير وزارة الزراعة لماذا فكروا فيها؟ هل لأنهم كانوا معتمدين على الخديج العربي نوعا ما؟ قد يكون هذا وقد يكون أيضا أن الحكومات المتعاقبة كانت تعتبر وزارة الزراعة وزارة هامشية لأنه أيضا كانت الوضع الوضع الاقتصادي شيد ومرتاح وكنا في سنوات زهبية وكان يأتينا مليون مليون ونص سائح وكان النظام المصري في عالي جدا وندفع فيما خص الأموال التي توجد في المصارف كان حقيقة الأمور جيدة ولكن اليوم نحن أنهيار تام القطاع المصري في مشلول الموضوع السياحي مشلول وبالتالي القطاع الزراعي هو الوحيد قد يكون الذي يمكن التعويل عليه أن ينقذ الاقتصاد اللبناني لابد أن أسألك هذا السؤال فيه سيناريو يقال وتخوف من عند اللبنانيين يعني بتعرف اللبناني اليوم صار عنده عدة سيناريوات قدامه إذا بدي أحكي فيها يعني عطول متخوف وفي عنده هواجز بيقولك أنه هل ممكن عمليات الاحتكار التم على بعض المزروعات الزراعية من خلال تصديرها إلى الخارج وبيعها بالدولار الأمريكي ولو يمكن بطرق غير شرعية اليوم إذا بدي أقوله هذا الشيء بيصير عنده خوف وقلق أكثر أنه يفقد السوق اللبناني أبسط أنواع الزراعات يعني أبسط الأنواع الخيار البندورة أو أي سلع يعني اليوم ويصير بده يضطر يوما ما هذا هو الهاجز اللي عنده اليوم أنه يشتريه بالدولار الأمريكي معقول ينوصل لهذا المرحلة من هذا السيناريو؟ مطلقا لا سأعلل لا شك اليوم هذا الهاجز موجود لأنه حقيقة الأمور كانت متفلتة في وقت ما وبالتالي كانت الأمور غير مضبوطة اليوم وزارة الزراعة هناك تنصيق تام وكامل مع وزارة الاقتصاد مشكورا معالي وزير الاقتصاد وأيضا مدير عام وزارة الاقتصاد الصديق محمد أبو حيدر يعمل حقيقة كخلية نحل إلى جانب وزير الاقتصاد هناك تواصل يومي هناك مؤشر للأسعار نحن نتابع هذا الأمر بمعنى اليوم هناك موسم التفاح صدر كميات كبيرة جدا وهذا ممتاز والسوق اللبناني يحتاج إذا كان هناك ارتفاع الأسعار في مخص التفاح نطلب أن يكون هناك تحديد كميات أو نطلب من التجار أن يكون هناك شحن كميات من البردات الموجودة في الداخل اللبناني وطرحها في الأسعار هذا أمر طبيعي هناك هذه لعبة السوق هناك عرض وطلب وبالتالي مضبوطة الإقاع أعطيكي سبال آخر على سبيل المثال هو موضوع الخضروات التي انتهت في لبنان موسم الخضروات انتهى اليوم علينا أن نستورد نستورد من الأشقاء السوريين نستورد من الأردن طبعا عملية الاستيراد أيضا محكومة بضابط إقاع هو مؤشر الأسعار فلا يعقل أن يكون كيلول البندورة اليوم في السوق 15 ألف ليرة هذا لا يعقل وبالتالي يؤكد أننا نحتاجا هذا الأمر مضبوط الإقاع وأؤكد لكل اللبنانيين أنه ستبقى السوق اللبنانية كل المنتجات اللبنانية ستبقى موجودة بأسعار أتمنى أن تبقى ضمن المستوى الذي يمكن لأي مواطن عادي أن يشتريها لأطفاله وعياله وبالتالي هذا موضوع أيضا شائق جدا موضوع ضبط الأسعار لأنه أيضا وزارة الاقتصاد هذا من أهم المواضيع يمكن هلأ اللي عم تشغل المواطن اللبناني ضبط الأسعار وخاصة مع انهيار صرف الديرة يعني وزارة الاقتصاد مشكورة تعمل ولكن مراقبين بعدما هذا مش من ضمن اختصاص بزارتكم ولكن أكيد عم تتابع هذا الموضوع بضبط الأسعار كل متكامل ضبط الأسعار يحتاج أيضا أن يكون هناك كدرات بشرية تتابع وتواكب كما أتمنى أن يصار إلى حل في هذا الإطار لأنه عمليات توظيف هلأ مش موجودة أتمنى أن يكون هناك لدي أنا رؤية في هذا الإطار حلما ولكن يريد يعني نحتاج تنضيج هذا الأمر وتنسيق مع القوى الأمنية والقيادات الأمنية ربما الأيام القادمة في الأسبوع القادمة نطرح هذا الأمر في المجالس المغلقة والضيقة وفيما لو كان الأمر كان هناك توافق عليه ربما يطرح للعلن وبالتالي نعزز دور الرقابة رقابة وزارة الاقتصاد تحديدا على الاحتكار والأسعار فيما يختص الأدوية والحبوب اللي بيستعملها المزارع اللبناني واللي طبعا كتير مهم لزراعته اليوم بيجيبها بالدولار لفرش صحيح في أي خطة تنترح بليجان الزراعية بمجلس النواب الدولار الزراعي لا يقدر يجيبها من مصر في لبنان على سعر صرف 3900 لأنه هذا الشيء كمان بيأثر ويمكن بيقلل من من القيم الشرائية لبعض المنتجات يعني اليوم لما المواطن بينزل يشتري التفاح ولا الموز تعرف أنت أدي الأسعار غالية ولكن المزارع طول بيقولك أنه أنا عم بيشتري الحبوب والأدوية بالدولار هذا حل شك وهو حل منطقي وبالتالي مستدام هذا الأمر فيما لو تم بيكون ممتاز جدا سنعمل في هذا الإطار على تقديم أن يكون هناك رؤية أو مشروع يناقش في ألجان وبالتالي يصار إلى أن يصبح قانون النافذة هذا خط آخر أيضا نحتاج أن نستهدف أسواق أخرى غير الأسواق التي عادة نتعامل معها كدولة لبنانية وبالتالي نفتح أفاق أيضا لأتنافس ما بين الشركات الأجنبية والعربية فيما خص الأسمدة والمبيدات وكل هذه التفاصيل وبالتالي حتى لو كان بيسعر الدولار فبدل أن نشتري طن التسميد مثلا ب700 دولار يصبح ب400 دولار وهذا الأمر يسهل على المزارعين عملية الزراعة ويطرح أيضا حل لمشكلة مساحات التي كانت تزرع في الأعوام السابقة هناك تقلص كبير واضح جدا نتيجة ارتفاع الأسعار وفرق الدولار وبالتالي سنعمل على الأمران مع بعض إن شاء الله ونتمنى أن نصل إلى خواتيم الأسرع اليوم الطريقة الأسرع والأسلم يجب أن نخطوها طب قبل ما نتقل لبريك أنا ونحكي شوي انتخابات وسياسية وفقرة لو كنت أكيد هموم المزارع كتير كبيرة اليوم وأكيد بيجي شكاوية كتير كبيرة اللي عندك على الوزارة وكميات هائلة مش انتقادات طبعا عمقول شكاوية شو أكتر الشكاوية اللي عم بتواجهها اليوم واللي هي ضمن برنامجك الأولي بوزارة الزراعة الشكوى الأولى والأهم والمركزية في كل لبنان هي ندرة المياه اليوم المزارع يحتاج المياه قيل لي في كسروان وشتة أخر شتة أخر كتير قيل لي في كسروان وقيل لي في مرجعيون كان عندك زيارات كم يوم نعم وقيل لي في بعلبك الهرمل وفي عكار يأتيني كل يوم اتصالات بالعشرات يقولون نرجو من وزارة الزراعة أن تجد حلا لموضوع المياه نحن نعاني ندرة مياه نحن نعاني اليوم أزمة كهرباء وبالتالي هذان الأمران ينعكسان سلبا على القطاع الزراعي حقيقة الأمر الآخر هو موضوع اليوم تشهيل الغابات والأزونات بقطع الأشجار وهذا أمر مخالف للقانون نحن نعمل دائما على إعطاء الأزونات وأيضا نحن في طور وضع آلية بلا مركزية إعطاء الأزونات بالتشهيل فقط للمصالح الزراعية في المناطق لتسهيل عمل المواطنين ولأنه بطبيعة الحالة اليوم نحن أمام على أبواب الشتاء وحقيقة بعض المواطنين في المناطق الجبائية يعني سحبتها مني كم بدي إليك نحن بوقت كثير صعب لا يجدون حقيقة مزود يقدروا يتدفوا فيهم يعني اليوم أكثر وقات راح تشهدوا على هذا الشي حتى لو بدون يكون مخالف وهذا الأمر لا يبرر أن يكون هناك مخالفة ولكن هذا الأمر يؤكد أن يجب اليوم كقوى موجودة على الأرض وزارة الزراعة مع مأمورية الأحراش وكل المعنيين في وزارة الزراعة إضافة إلى البلديات التي ستساعدنا أيضا لضبط ومراقبة كيفية تطبيق موضوع التشهيل التشهيل مفيد جدا أما القطع فهو محرم أنا أصفه بالمحرم لأنه لا يمكن أن نقطع شجرة للزاب عمرها 400 سنة في سبيل فقط أن نقطعها للحطب والتدفئة حرام هذا مخزي جدا ومعيب جدا ولكن أنت بتعرف الجوع ساعات الدهوة قاتل طيب هناك أيضا التشهيل حضرتك يعني من شحن الشجرة من ضبطها من هندسها ومن رتبها وبالتالي تبقى مفيدة وتبقى المساحات الحرجية واسعة وبالتالي أيضا نستفيد من الحطب هذا أمر حقيقة محزن هذا الأمر حقيقة ظلم مجتمعي يعوم كل المناطق ولكن أرجو أعود وأقول لا حول لنا برقوة بوزارة الزراعة إلا أن يكون نطبق القانون وننطف تطبيق القانون ولكن هذا يجب أن لا يتعارض أيضا مع موضوع البيئي لأنه أمر حساس ومركزي والموضوع المساحات الحرجية بالأمس حقيقة فقدنا بالحرائق فقدنا مئات الهكترات إن كان في الجنوب على الحدود مع فلسطين المحتلة ما بدي أقول هاللعنة التي تصيب هيدا البلد بس للأسف يعني منطلع من موضوع لموضوع نازم نفوت بأزمي ليست لعنة بقدر ما هي نحن مقصرون جدا في هذا الإطار كدولة لبنانية لأنه لم نضع الخطط التي تكون استباقية لأنه الحرائق موجودة في كل دول العالم في السويد في أستراليا في أمريكا في أمريكا في كاليفونيا كل الدنيا وبالتالي في لبنان لن يكون استثناء ولكن الاستثناء هو كيفية أليا توضع خطط تكون استباقية تماما نحن ننتظر دائما كما يقال في الدرجة ننطلع حتى تقع الجارة وتنكسر ونصير نقول يا ريت من كسرت فبالتالي نعم هذا أمر ملح أيضا وحساس واليوم كنت في بيت مري صدقا محزن جدا الوصف الذي وصفه لي رئيس البلدية هناك عن الأشجار المحملة التي للأسف احترقت مشهد لحاله الصورة لحالة بتبكي وينما كان وحتى جنوب لبنان يعني سورة لحالة وبستغرب من بعض الناس اليوم أنه كيف يعني هذا البلد إن كان شمال ولا جنوب ولا بقع ولا آخر الدنيا مثل ما بقولوا بهذا البلد هي أطعى منكم أنه توصل الشماتي أنه يقولوا الجنوب يحترقوا عن بيهللوا لهذا الموضوع يعني ما بفهم أنا كيف ما هو أطعى منكم هذا الأمر سيدتي الكريمة إذا بدنا ننتظر أن تكون كل الناس تفكر بطريقة وطنية بطريقة مسؤولة أعتقد أن هذا الأمر غير محقق ولا يمكن تحقيقه لأنه نصبح نرتجي مدينة فاضلة لكن كنت أود أن أقول أنه عندما ذهبت إلى الجنوب لنقف على هموم المواطنين الذين نالهم ما نالهم جراء هذه الجريمة حقيقة جريمة موصوفة موضوع الحرائق عم بتقول جريمة موصوفة يعني هل وصلك أي نوع من التحقيقات أنها مفتعلة نوعا ما التحقيقات الأولية تشير أنه قد يكون هناك تعم بعض الحرائق مفتعلة وبالتالي هذا محزن جدا وأيضا هناك تقصير وهناك عدم إدراك يعني نحتاج إلى الإرشاد في كل شيء صدقا ده أنا مش ما أقول أن الحرارة كانت تكون درجة عالية كتير بيئاب وما شهدنا على هذا النوع من الحرائق وبالتالي اليوم هذه الأزمة لله الحمد تمت السيطرة على الحرائق هذا أولا رغم أنه حقيقة النتائج كارثية ولله الحمد أيضا أنه لم يسقط ضحايا ولم يكن هناك سقوط ضحايا وأرواح وبدنيين وبالتالي هذا الأمر أيضا يخفف عننا مسألة أساسية ومركزية نعم هناك تقصير يجب أن يحل هذا التقصير يجب أن يكون هناك شراكة حقيقية بين مختلف الوزارات حتى نصل إلى مرحلة يكون فيها العمل هادف ومسؤول ومنتج هذا الأمر طبعا هو مرتجانة مرتجة كل اليوم من يعملوه في الشأن العام أن يكون إن كموضوع الحرائق أو غير من المواضيع الحساسة والمركزية والأساسية أن تكون في سلم الأولويات أنا وياك انتهينا نوعنا من الشق الزراعي بفتكر تناولنا كل المواضيع اللي بتهم المواطن اللبناني رح انتل أنا وياك بعد البريك لشوية سياسة شوية سياسة انت خبت وفقرت لو كده مشاهدينا أنا بريك وبرجع لكم أحكي أنا وياك شوية سياسة هلأ لابد يعني وخاصة أنه الحكومة الكل عم يسأل أي متى رح تجتمع هل من الممكن أو بات وشيكا نوعا ما مثل ما عم نسمع من بعض الناس ووسائل التواصل الاجتماعي أنه باتت تجتمع قريبا كم أتمنى أن تعقد الحكومة غدا وكم أتمنى أن تحل كل المشاكل غدا وكم أتمنى أن يعود دخ الأمل والرجاء في هذا الوطن غدا لأنه حقيقة الواقع مرير وأتمنى من كل القوى السياسية والفعاليات القادرة على الحل أن تخطو خطوة إلى الأمام للحل لأن هذا الأمر غير صحي وهو غير منطقي أن تبقى الأمور على ما هي عليه طب اليوم صار في حدث بارز يعني مثل معرفنا مع الرئيس بره بين الرئيس بره والوزير الفرنجية سوريا عزرا معقولي قد يتراجع الوزير جورج إرداحي عن موقفه يستئيل وهيدا الشيء رح يسهل اجتماعات الحكومة علينا أن ننتظر الساعات القادمة شو معلوماتك بايدا الإطار؟ هذا اللي كنت ودي أقوله علينا أن ننتظر الساعات القادمة ربما بعض الأمور يجب أن تبقى بعيدا عن الإعلام لا لشيء إلا لأنه التنضيج يكون أفضل والتنضيج يكون أسرع أما فيما لو تناولنا هو مشكلة المشكلات في لبنان هو التسريب التسريب اللي بي سير؟ لا دولة في الدنيا لا دولة في الدنيا الإعلام اللي فيها يعتمد على التسريب إلا في لبنان أعطيكي على ثبيل المساة حقيقة هذا أمر غير صحي لأنه حقيقة السبق الصحفي هو أن تتابع تواكب لا أن تصنع الحدث نحن في لبنان نحتاج أن نصنع الحدث يا أخي والله وسعاد بيكون كاذب جدا للحدث وبعدها نعتذر لا اليوم على ثبيل المثال بعض القضايا التي تكون الضابطة العادية تعمل عليها نرى في الإعلام أن هناك محاضر لدى المحققين موجودة في الصفحات الأولى للشرائد أو على المواقع هل هذا صحي؟ أبدا لا هذا غير منطقي أصلا لكن قد يقول القائل أن هذا تضييق على حرية الإعلام بالعكس الإعلام في لبنان سقف الإعلام يجب أن يكون أعلى من الحرية ولكن يجب أيضا أن يكون هناك بعض المنطق في تناول بعض الملفات الحساسة جدا التي من شأنها أن تثير الرأي العام بطريقة سلبية تعتبر هذه الموضوع الحساسة اللي لماذا لازم تتسرب اليوم أبدا؟ موضوع الحكومة وموضوع ترتيب الأمور والأجواء أعتقد أن الأمور عندما تصل إلى الخواتيم التي يمكن أن تنتج أمرا إيجابيا بطبيعة الحال كل القوى التي تعمل على هذا الأمر ستقول أن هناك دوء أخطر بمكان ما وبالتالي يتنضج الأمر حتى إعلاميا أما حتى الآن الأمور يجب أن ننتظر وبالتالي هناك كلام كثير أعود وأقول لك كل رجاء أن تعقد الحكومة غدا وأن تنتهي كل الملفات غدا ولكن العنوان العريض يبقى أن الأوطان تصان باستقلالية القضاء لا يمكن للبنان أن ينجح كوطن كدولة كمشروع دولة دون قضاء مستقل هناك قضاء من أنزه القضاء في التاريخ في لبنان ولكن القضاء اللبناني يجب أن يكون مستقلا ويجب أن يكون بعيدا عن السياسة ياريت أمنية عطول عنا كثير أمنيات بهذا البلد نحن ياريت بيتحقق بلاد الأمنيات نعم بلاد الأمنيات بعدني عم قلت لك ياريت وياريت يعني حتى المواطن اللبناني صار ما في علسانه أنه ياريت وياريت صحيح لوين يعني لوين هذا يؤكد أنه نحن في وضع غير صحي وغير سليم وغير منطقي في الوزارة صدقا يأتيني أحيانا بعض الحالات كنت متوقع حتعيش اللي عم بتعيشه هلأ؟ لا صدقا لا صدقا كنت أتوقع الأزمة ولكن مش هلأد الواقع غير؟ الواقع مرير وصعب وقاسي جدا جدا حقيقة أنتصل الأمر بأن يكون موظف يقول أنني سأتغيب اليوم لأنه لا يوجد لدي حق البنزين فيك تقولها صعب جدا والله صعب فيك تقولها مش بس بوزارتك بكل الوزارات ومش بس بالوزارات بكل أماكن العمل المواطن صار عم يتغيب لأنه ممعه حق البنزين واللي أكتر من هيك اليوم معاشه صار هو بس حق الحكيم وحق الدوى لابنه قاسي جدا سيدتي أن يطلب موظف سلفة لشراء دواء قاسي جدا واللي بيحزن اليوم بعته على وسائل التواصل الاجتماعي فرع بعد رفع الدعم طبعا عن بعض الأدوية وخاصة المزمنة اللي بياخدوها كالضغط والسكري قدي غلية طب يعني اليوم أنا عم فكر عم فكر بالناس كيف اللي ما عاشوا مليون ليرة بده يقدر يشتري دواء السكري ب480 ألف أو 470 ألف طيب اليوم كيف بده يعيش محزين أنا ما عم برر اليوم أي شيء للسرقات ولا عم برر أي شيء من أنواع العنف اللي بيصير ولكن الناس كيف بدها تعيش طبعا قادم قلوا لك كترة السرقات فيما لو ضلت الأمور على ما هي عليها ذاهبون إلى انفجار اجتماعي بكل ما تعني الكلمة معنا لا بل أكثر من ذلك فيما لو بقيت الأمور على ما هي عليها هذه المناكفة السياسية ما بيستحق هذا البلد بعض التنازلات وهذه العنجهية السياسية على هذا المنوال ذاهبون إلى تفلتات لا تحمد عقبها وبالتالي لا كما أستفت وكما تفضلت يجب علينا أن نتواضع تواضعوا يا جماعة تواضعوا وإلا ستبحثون عن الوطن في مكان آخر ليه السياسيين عنا مش متواضعين؟ مشكلة السياسيين حقيقة ما أنت لكل البعض منهم يمكن أن تقسيم الوجه السياسي في لبنان إلى مستويين هناك سياسيين وهناك وطنيين وسياسيين على حجم الوطن يعملون في اللحظة الصح وفي التوقيت الصح ويشترحون الحلول كم نحتاج أن يزيد عدد هؤلاء؟ وكم نحتاج أن يكون هناك تسهيل لهؤلاء؟ لأن حقيقة صدقيني الحسابات الضيقة لا تصنع أوطان لا تصنع أوطان أبدا لا بتأدي لأنيار الأوطان مثل ما صار عنا بهذا البلد طب بحال هذه الحكومة ما اجتمعت وأنا لا أتمنى هذا الشيء طبعا ولا أنت بتتمنى ولا حدا بيتمنى هذا الموضوع شو رح يصير بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ ستجتمع أنا أؤكد لك ستجتمع محكمون بهذا الأمر لا يمكن مهما ذهبنا بعيدا لا يوجد اليوم أي مفر لا يوجد أي مخرج إلا أن تعود وتشتمع الحكومة لكن دون اجتماع الحكومة سيدة الكريمة هناك ملفات يجب أن تحل الأمور وصلت إلى مكان يجب أن نضع الإصبع على الجرح فبالتالي لا هناك ملفات يجب أن تنضج يجب أن تحل لتصبح الأمور واضحة وبمنتهى الشفافية حتى نبني للمستقبل لأنه طالما نحن نؤجل في هذه الملفات نؤجل في هذه الملفات حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم طب برأيك أنت اليوم ستجتمع الحكومة إذا أنت أتمنى نعم الانتخابات النيابية عندك أمل؟ الجميع يقول أنه يريد الانتخابات واليوم هناك قرار أن تجد الانتخابات في مواعيدها قرار شو خارجي ولا داخلي؟ لا لا داخلي أتحدث أنا لا أتحدث عن الخارج أتحدث عن الداخلي اللبناني كل الأفريقاء السياسيين في لبنان يعلنون مرارا وتكرارا أنهم يريدون لا بل المكنات أنت لا تتحدث عن الخارج بس ما تعتقد أنه نحن أدات بإيد الخارج؟ لسنا أدات هل هذا جواب بس دعني أسألك أنه الماكينات الانتخابية لكل الأحزاب اللبنانية بدأت تعمل وكأن الأمور واقعة غدا وهذا جيد وهذا إيجابي في موضوع الخارج طبعا المجهر الدولي لبنان تحت المجهر الدولي اليوم لا تخفي الإدارة الأمريكية الاتحاد الأوروبي الدول الفاعلة أن تريد انتخابات تريد لهذه الانتخابات أن تحدث تغييرا ما في المرشب السياسي هل إلى أي مدى اليوم التغيير وارد؟ تتغيير؟ ما حجم هذا التغريد؟ في تغيير فعلي؟ أم أن الكوة نفسها بالأحجاب نفسها سوف تعود؟ لا قد يكون قد يكون يجب أن يكون هناك تغيير ولكن حجم هذا التغيير ما نسبته بالنسبة للمشهد العام هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه لأنه يحتاج تنجيم لأنه حقيقة أثبت الواقع اللبناني أنه نتحدث اليوم أنه هناك مسلمات هذا الحزب السياسي سيكون له هذا الكمبل والأمور يوم الانتخاب تتحول الأمور رأسا على عقب لا لشيء إلا لأن أعود أكرى لك اللبناني له حساباته الخاصة المواطن وأنا مواطن أتحدث أنه يوم الانتخاب أنا قبل أن أصل إلى صندوق الاقتراع أضع الأمور في نصابها كما أرتجيه وكما أتوقعه كمواطن وبالتالي هذا الأمر يحدث حقيقة خلال ما ما بين من ينظر ومن يتوقع وما بين الواقع والنتائج قبل ما تكون حضرتك وزير أنت ابن هذا البلد وابن بعلبك والهرمن تحديدا كمواطن كتتتعايش مع الناس ومع المزارعين ومع كل الناس اللي بيشتغلوا طبعا بعلبك شو تقييمك للنواب بمنطقتك وخاصة أنه كثير من الناس عندهم استياء منهم لا شك العمل بالمطلق العمل النيابي والعمل التشريعي هو أمر مقدس في كل دول العالم وهو في لبنان أيضا أمر مقدس لكن النائب في لبنان للأسف الشديد لأنه في كثير من الأحيان الدولة غائبة يصبح وظيفة النائب تعقيب معاملات أفرح أفراد أتراح إيجاد فرص عمل وهذا حقيقة غير صحي ولكن هذا واقع لا يمكن لأحد أن يغمض عينيه ليس فقط في بعلبك الهنمل في كسروان أيضا نفس الأمر في عكار في الضنية في الجنوب في كل الوطن هذا أمر هذا هاجس راح دوره للنائب يعني اليوم لما بتسأل حتى صغارا وكبارا فاكرين أنه نائب بس هو بساعد ما بيعرفوا دور النائب بمجلس النواب هذا لا يعود طبعا هذا أمر فرد على السادة النواب أو معظم السادة النواب فرضا لأنه هذا الواقع اليوم الناس تحتاج المساعدات تحتاج أن تكون إلى جانبية تحتاج المعونات تحتاج من يدخلها إلى المستشفى تحتاج من يتحدث مع وزاعة الصحة كرمال الضمان كرمال الضمان هذه يوميات كل يوم يجب أن تكون في هذا المكان لأنه فيه فيه تعزية ما فيه أفرح ولكن هل هذا الأمر صحي طبعا لا الدور اليوم النائب هو نائب الأمة أولا وأخيرا أي نائب اليوم في البرلمان اللبناني هو لديه منحة ووطيت له من الشعب كل اللبنانيين وهذا يدخلنا إلى ملف حساس وشائك وهو رجاء أن يصبح لبنان دائرة انتخابية واحدة كم أتمنى هذا الأمر لنهض فعلا بالعمل حقيقة العمل التشريعي يصبح له نكة أخرى لماذا؟ لأنه اليوم ابن عكار يعتقد أنه فقط النائب في عكار هو ممثله أبدا أو النائب في عكار يعتقد أنه يمثل أبناء المنطقة وبالتالي يصبح العمل في هذا الإطار لا أبدا نائب الأمة يصبح لكل لبنان وهذا الأمر يخرجنا من التقوقع الطائفي والتقوقع المناطقي والتقوقع الفئوي ويبعدنا على الزبائنية وكل هذه الأمور حقيقة هي آفات ولكن أنا رح أرجع إلى صلب موضوعنا اليوم شو تقييمك لنواب بعلبك الهرمل يعني أنت كمواطن كنت تعيش نعم لو سألتني هذا سلبة أو إيجابة إذا أبدأ لك طبعا سبب لكثير إحراج لا بالعكس أبدا لا إحراج ولا لو سألتني ما هو تقييمي لدور نواب بعلبك الهرمل نواب منطقة التي أفتخر وأعتز بهم في ظل الدولة القادرة التي أعطت كل شيء أقول لك أن دورهم أبدا مش جيد ولكن في ظل الدولة المفككة التي كل يوم هناك اشتباك سياسي وكل يوم هناك هم لا ينام الإنسان على هم إلا ليقوم على هم آخر ولكن أنت عم تحكي عن آخر سنتين أو عم لا أنا عم بحكيك عن النواب بكل الفترات يعني في عندك عشرين سنة إذا بدي إلك رجعك لورا ممكن هنقذ الوضع السيء جدا إذا عشرين سنة إلى وراء لا الموضوع مختلف لا هناك عمل جهد مشكورين عليه ولكن لا يكفي لماذا بدي يكون المواطن مستقى هالقد؟ المنطقة تحتاج سيدتي الكريمة ومنطقة حتى نتحدث في بعلبك الهرمل الجميع اليوم يقر ويقول أن بعلبك الهرمل هي من أكثر المناطق حرمانا بعد أو قبل عكار يعني حضرتك إلتا؟ نعم وجهان للحرمان عكار و بعلبك الهرمل إن سألتني لماذا يطول الشرح هناك سياسة عامة كانت تريد استهداف هذه المناطق لماذا؟ لا أدري ولكن حقيقة منذ ولادة الكيان منذ ولادة الوطن والأطراف دائما مشلولة أيضا الجنوب الجنوب اللبناني ألم يكن أيضا محروما؟ لو لا الدعم الذي كان يجب أن يكون لا بل كان يجب أن يكون مضاعفا لأن صمود الأهالي في وجه الاحتلال الإسرائيلي وهذا الدعم ساعد في تثبيت المزارع والمواطن والمقاتل والمقاوم في أرضه لما كنا انتصرنا على إسرائيل صدقيني هذا الأمر اذهبي إلى الجنوب اللبناني وشاهدي لا يمكن لأي إنسان أن يتحمل أسبوع واحد مما تحمله الجنوبيون على مدى عشرين عام أو ثلاثين عام وبالتالي نعم وبالتالي نعم في صلب الدستور اللبناني هناك موضوع الإنماء المتوازن هذا الأمر كسر منذ الأربعينيات إلى اليوم تسأليني لماذا؟ هلأ إذا بدك أجيب على موضوع نواب عالوك الهلمان إذا أخفقوا أقول لك لو أعطيتني حقيقة دور الدولة الحقيقي كنت حسبهم أكتر أصلا نواب عكار كمان ناس رضياني اليوم لو كنت مردني كل الناس مرضياني ما الناس مرضياني عن حالة حقيقة يعني وبالتالي لا اليوم هناك نقمة ليل لأنه الوضع الاجتماعي صار ضاغط أكبر يعني باتل الوضع الاجتماعي الاقتصادي أكبر من الجميع هلأ بآخر سمتين نقمة على الكل وزراء وجميع الطبقة السياسية يعني على كل السياسيين طب اليوم أنت لو ما كنت وزير كنت رح تسجل اسمك كرميل لتنتخب طبعا أنا انتخبت نعم انتخبت في باريس وكان شعور جميل جدا أن ينتمي الإنسان حتى في الخارج هلأ لو سألت تدع اللبنانيين اليوم طبعا أدعو الجميع إلى التسجيل والتصويت في هذه الانتخابات لأنه حقيقة هذا انتماء وهذا حقيقة ويجب وطني يجب على كل مواطن خصوصا أن من في الاغتراب اليوم ينظرون الأمور بطريقة مختلفة كليا عن من في الداخل هم لا يحتاجون لا لوظيفة ولا لخدمة ولا لشيء وبالتالي قد يكون خياراتهم صائبة مئة في المئة أنا أدعو حقيقة في القرى الأوروبية في الإفريقية في الأمريكيتين الجميع سجلوا حتى يكون حقيقة وجه لبنان مشرق أكثر فأكثر لأنه الاغتراب هو وجه لبنان الآخر المشرق طب بتحس أنت انت لاء من شو المغترب اللبناني رمين هيصوت يعني حقيقة هذا اللي كنت أنا أحب بوصله أنه انتخاب المغترب اللبناني هو بحد ذاته قيمة مضافة بمعنى أنه هذا لا يريد هو أصلا ينتمي ولا ينتمي بمعنى أنه هناك طواف متعددي في هناك اغتراب ولكن هو بطبيعة الحال موجود في هذا البلد يعمل ملتزم يعيش حياته بالشكل الطبيعي وبالتالي تأتي الانتخابات فقط لتكرس انتماؤه إلى هذا الوطن ومن هنا أعتقد أن الخيرات مهما كانت في الاغتراب ستكون صائبة مهما كانت وبأي اتجاه وضروري أن تكون بأي اتجاه بمعنى أن يكون متنوع متشاعب وهذا هذا لبنان نحن نحمل سيدة الكريمة نحمل الوطن على ظهورنا واذهب به إلى أسقاع الدنيا ويبقى هذا الوطن موجودا مش في حقائبنا في بيوتنا حقيقة في صدور البيوت حتى نعود فنحمله مجددا ونعود به حالة تشبيه جدا رح انتقل أنا وياك من الانتخابات إلى فقرة لو كنت لو كنت اليوم الرئيس ناجيب مئاتي شو كنت بتغير بخطواته اللي عم بياخدها اليوم الخطوات السياسية الاقتصادية الاجتماعية بكل الخطوات اللي عم تخدها الحكومة لو كنت مكان الرئيس ناجيب مئاتي أعتبر حالك اليوم الرئيس ناجيب مئاتي كنت أفعل كما سيفعل وفتحي لمزدوجين أوجه تحيي لدولة رئيس تأكيد يعني نعم 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 تعرفي لي؟ لي؟ دولة الرئيس ناجيب مئاتي أوجه تحيي حقيقة هذا الرجل أنا لست بمقام أن أقيم دور الرئيس ناجيب مئاتي أو عمل الرئيس ناجيب مئاتي لكن من باب القريب من الرئيس ناجيب مئاتي في هذه الفترة الزمنية القليلة أقول لك ربما يكون الرجل المرن الأكثر مرونة في الحكم اللبناني ربما يكون في رئيسة الوزراء ربما يكون الرجل الأكثر حرصا على إدارة الأمور والملفات بطريقة ناعمة لأن هذه اللحظة السياسية حقيقة هي حق الألغام وتحتاج من يفكك هذه الألغام وجود رئيس مئاتي اليوم كرئيس لمجلس وزراء لبنان هو جيد هو حقيقة فرصة بالإضافة إلى وجود القامات الوطنية دور الرئيس بري فخامة الرئيس وباقي القوى التي يمكن لو زكرنا هذا سننشأ آخر نعم وبالتالي نعم هذه اللحظة الرئيس ميقاتي صدقا لديه من الحنكة السياسية والمرونة ما تدفعني إلى القول أنه هو الرجل الصحف طب اليوم إذا بدي راجعك نوعا ما فترة زمنية صغيرة إلى وراء إذا بدي أقول شو اختلف لما حاورت الرئيس مئاتي عندما كنت إعلامي عن الفترة اللي عم تتقابل أنتويا بهذه الفترة وبتتحاكم عبعض الرئيس ميقاتي يوم حاورته كصحفي كنت أحاول أن أكون المواطن الذي يريد أن يسأل ليحاسب أما اليوم أنا مواطن ولكن أنا شريك بمعنى أنا أحمل مسؤولية أيضا إلى جانب الرئيس ميقاتي فبالتالي أي خلل ما أعتقد أنه يجب على جميع أن يحمله وهذا ما يعرض التضامن الحكومي الذي أتمنى من كل قلبي أن يبقى صلبا حتى انتهاء هذه المهمة بفترة اللي كنت عم تحاول فيها كان محاسبتك جدا آسية؟ طبعا أنا حقيقة لا يمكن أن أقيم كيف كانت أسئلتي ولكن كنت أعتقد أني أسأل الأسئلة التي يجب أن تسأل طبعا بطريقة لطيفة ليست بطريقة فزة وفجة وبالتالي تنفر المستمع وتنفر الضيف لا حقيقة الرئيس ميقاتي كمحاور وكرئيس وزراء أعود أقول لك هو مرن هو لطيف جدا وهو لديه من الحنكة السياسية ما تجعله قادرا على تخطي عقبات ومطبات كثيرة طب اليوم لو كنت أنت مخير كنت بتختار وزارة غير وزارة الزراعة؟ لا خيارات في هذا الأمر حقيقة حتى نكون واطعين لو كنت لو كنت بعد شهرين ونصف من وزارة الزراعة كنت أختار وزارة الزراعة أما لأنه لو سألتني أبل كنت ربما زهدت إلى الإعلام لأنه هذا ملعبي طبعا هلأ بوجود الوزير جورج إرداحي الصديق والعزيز وهو أستاذ في الإعلام لا يمكن التقدم على جورج إرداحي حقيقة في الإعلام لا يمكن أبدا لا يمكن هذا بكل محبة لأنه أنا أعتقد أنه العالم العربي والإعلام العربي هناك شخصيات موجودة هذه أيقونات جورج إرداحي إعلامي كبير طب اليوم لو كنت رئيس ماكرو نعم وحلنا على اللبناني بطريقة ضل على اللبناني ما فش مشكلة لا أرجوك كنت بتفرض عقوبات على بعض السياسيين اللبنانيين كما يضعوا بعض اللبنانيين أكيد لا أكيد لا غير موجود في العلاقات الدبلوماسية بين الدول ولكن هناك أمر واقع هناك قوة قوية هناك دول قوية قادرة وبالتالي تستطيع أن تفرض قيود عقوبات سميهما شيء ولكن لا يوجد شيء في الدبلوماسية يقول أنه يحق لفلان أن يفرض عقوبات على فلان بنهاية هذه الحلقة لو كنت محلة اليوم أنا وعندك هذه الفقرة شو كنت بتسأل الرئيس جنرال ميشيل عون والرئيس بره وف سؤال جميل جدا يعني بدأسأل فخامت الرئيس أول شي كنت بتسأل فخامت الرئيس حقيقة أول شي وجهه تحية مسأل خير فخامتك نحب وننقدر هو الأب الصالح في هذا الوطن وأسأل فخامت الرئيس فخامتك لو كنت الجنرال ميشيل عون في هذه اللحظة التاريخ التي يمور بها لبنان ماذا كنت لتفعل وماذا كنت لتتخذ من قرارات ماذا أولا لدوت رئيس بره كمان بحيي تحيي دوت رئيس أستاذ الأسازي حقيقة دوت رئيس بره كل الحب دوت رئيس بره لو كنت المناضل الذي كان ومازال معشوق الجماهير بعد ست شباط وقبل ست شباط في لحظة تاريخية لهذا الوطن وكانت في ست شباط ماذا كان يمكن أن يفعل الرئيس بره توجهنا هو الأسئلة اليوم طبعا طبعا نتمنى الإجابات نتمنى ما هو التاريخ لن يعود إلى الوراء أكيد لن يعود إلى الوراء كل التحيي طبعا لفخامة الرئيس ودوت الرئيس و الله يحميهم و يحفظهم وكم نتمنى يحفظ هذا البلد طبعا كم نتمنى أن تصل الأمور إلى خواتيم ودائما اشتراح الحلول دائما موجود ودوت الرئيس بره عودنا أنه في اللحظة الصح والتوقيت الصح تخرج الحلول أيضا إن شاء الله تحيي لفخامة وتحيي لدوت الرئيس وللرئيس مئاتي كمان أكيد وللجميع و الله يحمي وطننا لجميع الوزراء بهذه الوزارة اللي عم جد مشكورين على كل جهودكم تحيي لك شكرا أنا بدأت شكرك كتير و إن شاء الله هذه الوزارة يكون فيها إنجازات جديدة يشهد المزارع اللبناني الله يخليك اللي فالم بعاني على طول دائما شكرا لك و شكرا لها السلاسة وللحضور والكريزمة شكرا كل لك الله يخليك مشاهدينا لهم بتكون انتهت حلقتنا أنا بشوفكم أسبوع اللي جاي بنفس التوقيت انطروني و على أمل يكون في حلول جديدة لهيدا البلد اللي نحنا فعلا منعشقه نحنا أطعى منه لو شو ما صار